وفي لقاء آخر بحث الوزير بن مبارك مع وزيرة خارجية سلوفينيا تانجا فاجون سبل تعزيزي والتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتطورات باليمن والقضايا ذات الاهتمام المشترك وأشار بن مبارك إلى أهمية تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الجانب السلوفيني ممثلا بمؤسسة تعزيز الأمن الإنساني بشأن التعاون بمجال نزع الألغام في بلادنا وكذا علاج الأطفال وإعادة التأهيل ضحاياه كما تطرق إلى تداعيات الهجمات الحوثية الإرهابية على المنشآت الاقتصادية مشيرا إلى أنها تمثل تهديدا للأمن والسلام بالمنطقة ومن جانبها أكدت وزيرة خارجية سلوفينيا الدعم بلادها لجهود تحقيق تسوية سياسية شاملة ووقوفها إلى جانب اليمن وسيادته وسلامة أراضيه